السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يقلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعرف النار وضوء 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 ويجب أن نجدهة وضوء ويسرهم ما نجدهة ومعنا حسب الذي يجبون نجدهة وضوء من الأشياء أجل أن أختي أختي فقد أن يتم القناة أختي آخر ثم أنه يختار أخذ مجرد. ثم أخذ المقرق على شخص، ثم أنه يختار أخذ مجرد، مجرد أخذ مجردًا كل شيء وإنهاء ليست مجرد كيف يمجحوا بحقيقه ويتمع فيه ودوء إن شاء الله أنه من أفضل أنت لأجب مجرد جائعًا هذا ما أفضل معكم أن كل شيء يتجاهز فيه من أجب أن يكون مجرد في الوضوء لأنه يزال في فترة الأفضل المترجم للقناة المترجم للقناة أبو عثمان رضي الله عنه أن عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاث مرات ثم مضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات ثم غسل اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوء هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه قال ابن شهاب وكان علماؤنا يقولون هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة the meaning of that is it is upon Humran Mawla Uthman the servant of Uthman that Uthman ibn Ahfan رضي الله عنه called for some water for wudu and he performed wudu so he washed his hands three times and then he washed his mouth and washed out his nose then he washed his face three times then he washed his right hand up to and including the elbows three times then he washed his left arm likewise then he wiped his head then he washed his right foot up to and including the ankle three times then he washed the left one likewise then he said I saw Allah's messenger صلى الله عليه وسلم perform wudu with the like of this wudu meaning the same way I just made wudu the Prophet صلى الله عليه وسلم I saw him doing it the same way then Allah's messenger صلى الله عليه وسلم said the meaning of whoever performs wudu like this wudu of mine and he prays two raka'at not conversing with himself in them not thinking about anything else other than the salah then his previous sins will be forgiven for him and as one of the scholars said about this hadith that this is the most complete of wudu the most complete of wudu and of course as we're gonna hear later is that there's there's different number of times that you can do wudu on some body parts شروط الوضو the conditions for its correctness are three conditions there are three conditions for wudu the first condition anyone have any idea? tahara not exactly this is what we're doing we're trying to get tahara because of the hadith of the prophet sallallahu alayhi wa sallam the actions are by intentions number two mentioning allah's name التسمية اولا النية ثانيا التسمية لقول النبي sallallahu alayhi wa sallam لا صلاة لملا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه the meaning of that there is no salah for a person if he doesn't have wudu and there's no wudu unless a person mentions the name of Allah by saying بسم الله the third condition is الموالا continuity meaning to do all the different parts of wudu in concession right after each other لحديث خالد من المعدان أن النبي sallallahu alayhi wa sallam رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره النبي sallallahu alayhi wa sallam أن يعيد الوضوء أن يعيد الوضوء والصلاة the third condition which is الموالا continuity is the hadith of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam saw someone that made wudu and he left a spot on the back of his foot the size of a dirham very small area he did not the water didn't reach it so the Prophet sallallahu alayhi wa sallam commanded him to repeat wudu and to repeat the salah so how does that show us that it's continuity as if it if it wasn't part of a if it wasn't a condition then the Prophet sallallahu alayhi wa sallam would have not told him to repeat the whole wudu rather just wash that body part no but because it was separated by a long time and he had prayed and he had finished prayer that's why he had to go back and do it all again because continuity one of the shurood conditions was not there fara'id al wudu those are the three conditions fara'id al wudu there are eight obligations the first one is washing the face the second one is washing the mouth al-mabmada al-mabmada and the second and also the second one mabmada and al-istinshaq the third one washing the two arms up to the elbows and the fourth wiping the whole of the head and the fifth and the ears of the head number six washing the feet up to and including the ankles so now for those above six parts washing the hands washing the mouth and nose washing the face washing the arms and washing the head and also washing the feet there's an ayah in the quran that proves all of those six conditions six obligations does anybody know what that ayah is excellent okay correct as he mentioned the ayah of Allah subhanahu wa ta'ala where Allah subhanahu wa ta'ala says وفي رواية وَأَرْجُولِكُمْ وَهَذَا تَدُلُّ عَلَى الْمَسْحِ تَدُلُّ عَلَى الْمَسْحِ وَتَسْأَلُونَ الْأَسَاتِذَةَ بِهَذَا التَّفْصِيلَ أَنْهُمْ أَعْلَمٍ مِنْي فِي هَذَا بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ so those are the six conditions and now we said there's two more of course which would be number seven rubbing the wetted fingers through the beard wiping or running the wetted fingers through the beard تَخْلِيلُ اللِّحْيَةِ لِحَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ كان إِذَا تَوَضَّأَ أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاء فَأَدْخَلَهُ تَحْتَ حَنَكِهِ فَخَلَّلَ بِهِ لِحْيَةَهِ وَقَالَ هَا كَبَى أَمَرًا يُرَبِّي The proof is the hadith of Anas ibn Malik رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ who said that when Allah's messenger صلى الله عليه وسلم performed wudu he used to take a handful of water and enter it under his chin and he would rub it through his beard and say this is what my lord the mighty and majestic has commanded me The eighth condition entering the wet fingers between the fingers and toes ثَمِنًا تَخْلِيرُ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ وَالْرِّجْلَيْنِ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم أَسْبِغِ الْوُّوْءِ وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ وَبَالِغُ فِلِسْتِنْ شَاقِي إِلَّا أَنْتَكُونَ صَائِمًا and so the eighth condition the proof of it is the Prophet صلى الله عليه وسلم saying the meaning of complete the wudu and rub between the fingers and toes a command from the Prophet صلى الله عليه وسلم and exert meaning increase and entering water into the nose unless you are fasting كيف يُخَلِّلُ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ عَلَى الْمُسْتَوُّرَدِ إِبْنِ شَدَّادٍ قَال رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ فَخَلَّلَ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ بِخِنْصَرِهِ that it was narrated that how do we wipe between the fingers is that it was narrated that the Prophet صلى الله عليه وسلم did so by using his pinky finger الخنصر صحيح? صحيح I said الخنصر بارك الله فيكم okay it's sunan sunan al-wudu وهم عشر there's ten sunan of wudu the first one as-siwak the second one washing the hands three times at the beginning of the wudu I will mention them and then I will go one by one just by mentioning the evidence as well number one the siwak number two washing the hands three times at the beginning of the wudu number three combining the washing of the mouth and the washing of the nose three times each with a single handful meaning you take it once and you do your mouth and your nose and one handful number four exerting in these two for the one who is not fasting meaning you let the water go up more as you're not fasting if you're not fasting number five giving precedence to the right side over the left side meaning beginning with the right side before the left side number six rubbing water upon the body parts like the arms you rub it you do not just throw water on it you need to rub it number seven washing three times and as we mentioned in the beginning that there's narrations that it is one time or two times or three times number eight keeping to the order tarteem number nine making dua after it these are sunan and number ten praying the two rak'at or rak'atain after performing wudu okay number one as-siwak عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسوات مع كل wudu the Prophet صلى الله عليه وسلم said the meaning of that if I was not afraid that it would be too hard for my أمه I would have commanded them to use siwak for every wudu which unfortunately at least for me if I was to to example today that I forgot my siwak الله المستعان so who has a siwak here can raise his hand okay JazakAllah khairi I'm hinting at who I'm probably going to choose JazakAllah khairi Allah ikhfadah number two غسل الكفين ثلاثا في أول الوضو لما ثبت عن Uthman رضي الله عنه في حكايته لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل كفين ثلاثا washing the hands three times at the beginning of the wudu which was narrated from the hadith of Uthman that we mentioned in the beginning that when he showed how the Prophet صلى الله عليه وسلم performed wudu he washed his hands three times number three combining the washing of the mouth and the washing of the nose three times with one handful as we demonstrated الجمع بين المغمضة والاستنشاق ثلاثا بغرفة لما في حديث عبد الله من زيل رضي الله عنه في تعليمه لوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تمغمضة واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثا as it was narrated from the hadith of Abdullah ibn Zayd رضي الله عنه when he taught the people how Allah's messenger صلى الله عليه وسلم performed wudu that he washed his mouth and washed his nose from a single handful and he did that three times number four المبالغة فيهما لغير الصائم لقوله صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاقي إلا أن تكون صائما the fourth one exerting in these two for the one who is not fasting because of his saying صلى الله عليه وسلم exert in sniffing water into the nose unless you are fasting number five giving precedence to the right side over the left side تَقْدِيمُ الْيُمْنَا عَلَى الْيُسْرَةِ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُحِبُ الْتَيَامُنَا فِي تَنَعُلِهِ وَتَرَجُلِهِ وَطُهُورِهِ وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ رضي الله عنها where she mentions the meaning of that Allah's messenger صلى الله عليه وسلم used to like to begin with the right side before the left side when putting on his shoes when combing his hair and in his purification and in all of his affairs and because of the hadith of Uthman again when he showed how the Prophet صلى الله عليه وسلم made wudu he began with his right side before his left side number six rubbing water upon the body parts الدلق لِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِثُلُثَي مُدِّ فَتَوَضَّأَ بِثُلُثَي مُدِّ فَتَوَضَّأَ فَجَعَلَ يَدْلُكُ ذِرَاعِي for the hadith of Abdullah ibn Zayd رضي الله عنه where he mentions that the Prophet صلى الله عليه وسلم was brought to him they brought to him ثُلُثَي مُدْ two-thirds of a mud and a mud is not a great amount of water and he made wudu with it and he rubbed his arms until his elbows with that water number seven washing three times تَثْلِيثُ الْغَسْلِ لِحَدِيثِ عُثْمَانِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَقَدْ صَحَّ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً وَمَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ number seven is washing three times because of the hadith of Uthman رضي الله عنه that the Prophet صلى الله عليه وسلم performed wudu and washed three times and it is authentic also that the Prophet صلى الله عليه وسلم washed one time his body parts and also washed two times as well all is authentic and so الجمع بين كل هذا أحيانا تعمل ثلاث مرات وأحيانا مرتين وأحيانا مرة لكي تحيي سنة النبي صلى الله عليه وسلم so what you can do to combine it is sometimes do three times sometimes do twice sometimes do once so that way you can be a person that revives the sunnah of the Messenger صلى الله عليه وسلم number eight keeping to the order الترتيم لأنه الغاليم في وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حكاه من حكى وضوءه صلى الله عليه وسلم has to do it in order in ترتيم because all of the ones that have narrated the wudu of the Prophet صلى الله عليه وسلم they mentioned that he did it in this particular way number nine making dua after it الدعاء بعده لقوله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء زاد الترمذي اللهم جعلني من التوابين وجعلني من المتطهرين أعمل يسير وثواب كبير وعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فقال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك كتب في رق ثم طبع بطابع فلا يكسر إلى يوم القيامة The proof of making dua after wudu is a saying of the Prophet صلى الله عليه وسلم that there is no one that performs wudu and after he completes his wudu he says this dua أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله except that all the gates or doors of paradise will be open for him and he will be entering from them from whichever one he wishes and extra narration is saying اللهم جعلني من التوابين وجعلني من المتطهرين and from Abu Sa'id رضي الله عن that the Prophet صلى الله عليه وسلم said whoever performs wudu the meaning of whoever performs wudu and says سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك is that if he says this then it is written upon a parchment or a scribe or in a book then it is sealed with a seal and it is not broken until the day of resurrection number 10 these are Sunnah للWudu and this is the last one in Sunnah للWudu praying to rak'atain after performing wudu صلاة ركعتين بعد لقول عثمان بعد أن علمهم صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوء هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه as we mentioned in the hadith in the very beginning the meaning of when Uthman he described to them how the messenger صلى الله عليه وسلم performed wudu then the messenger صلى الله عليه وسلم said the meaning of whoever makes wudu the same way I have made wudu and prays ركعتين and he doesn't speak to himself in them and he's focused in them then Allah سبحانه وتعالى will forgive his previous sins of course a key note a key note is to not have extravagance in using water because of many ayat and ahadith about not being extravagant such as وَلَا تُسْرِفُ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ the saying of Allah عز و جل the meaning of do not be extravagant for Allah does not like the ones that are extravagant الآن ننتقل إلى نواقض الوضو now we're going to go to the nullifiers of wudu the things that break our wudu which are five things and again like I did with the sunan I'll mention them the five things and then we'll go one by one so that way we can mention the evidence the first the first thing that nullifies the wudu that which comes out of the two pathways from the back or the front from excrement urine and wind and number two sleep which overwhelms someone a deep sleep number three loss of consciousness through intoxication or illness number four touching the uncovered private parts if it is done with desire and number five eating camel meat in regards to the evidence for those five number one ما خرج من السبيلين القبل والدبر من بول أو غائط أو ريح لقول الله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط وهو كناية عن قضاء الحاجة ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضى فقال رجل من حضر موت ما الحدث يا أبا هريرة قال فساء أو دراط كما ينقضه خروج المذي والودي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال المني والودي والمذي أما المني فهو الذي منه الغسم وأما الودي والمذي فقال اغسل ذكرك أو مذاكيرك وتوضأ وضوءك للصلاة In regards to the evidence for the first point which is whatever comes out of the two pathways then it is The ayah of Allah عز و جل أو جاء أحد منكم من الغائط If one of you comes from the toilet which is showing in proof of anything that comes from the two pathways and also the saying of the Prophet صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ That Allah subhanahu wa ta'ala does not accept the prayer of one of you if he has done any occurrence or anything that has exited from the two pathways until he makes wudu And also something else that makes the wudu nullified is three things and one of them requires ghusl and two require wudu The one that requires ghusl is many and the two that require wudu or alwadi walmadi Number two is deep sleep النوم المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك سواء كان ممكنا مقعدته من الأرض أم لا لحديث صفوان بن عسال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن ولياليهن إلا من جنابت لكن من غائط وبول ونوم وهذا هو الشاهد Is that deep sleep and this is the hadith where one of the sahaba رضي الله عنه mentioned that the Prophet صلى الله عليه وسلم used to command us that when we were on a journey that we should not take off our leather socks for three days along with their nights except for جناب because that is for major ghusl however from excrement and urine and sleep and there's the evidence that sleep is a reason that nullifies the wudu so the Prophet صلى الله عليه وسلم equated sleep with urinating and voiding excrement number three loss of consciousness through intoxication or illness زوال العقل بسكر أو مرض لأن الظهولة عند هذه الأسباب أبلغ من النوم the reason for that is that it is more severe than sleeping when someone is intoxicated or is ill and he faints or he loses consciousness so when he wakes up again then he will try to make wudu and as is narrated in the sickness of the Prophet صلى الله عليه وسلم that he was so sick that he would faint and every time he would wake up he would call for wudu and they would keep bringing him wudu he'd make wudu then he would faint again and then when he'd become conscious again then he would make he'd call for wudu they'd bring it and he'd make wudu and then he would faint صلى الله عليه وسلم number four touching the uncovered private parts if it is done with desire مس الفرج من غير حائل إذا كان بشهوة لقوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضى وقوله صلى الله عليه وسلم هل هو إلا بضعة منك فهو بضعة منك إن لم يقترن بالمس شهوة لأنه في هذه الحالة يمكن تشبيه مس العضو بمس عضو آخر من الجسم بخلاف ما إذا مسه بشهوة فحينئذ لا يشبه مسه مس العضو الآخر لأنه لا يقترن عادة بشهوة وهذا أمر بين كما ترى and of course there's difference of opinion in this matter but the matter according to what we've studied والله تعالى أعلم that brings all of the ahadith together are these two ahadith the first one with the meaning of whoever touches his private part then let him perform wudu and the other hadith of the Prophet صلى الله عليه وسلم saying it is the meaning of it is not except a part of you it is not except a part of you so how do we bring them together one hadith is saying that whoever touches his private part he loses wudu and the other one is that it is just a part of you meaning you don't lose your wudu and so what the mu'allif mentioned what the author is mentioning is that it is combining the two hadith if it is touched with desire without any barrier if it is touched with desire without any barrier then you break your wudu by doing so number five and the last one of the nullifiers of wudu eating camel meat أكل لحم الإبل لحديث البرا ابن عز بن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تَوضَّأوا مِن لُحُومِ الْإِبِلِ وَلَا تَوضَّأوا مِن لُحُومِ الْغَنَمِ As the Prophet صلى الله عليه وسلم said the meaning of make wudu when you eat camel meat and you do not have to make wudu if you eat from sheep meat الحكم عند الله فيه طبعا ممكن يقولون بعض الحكم وإلى آخره ولكن إذا ما عندنا نص ما نصرح إذا عندنا نص نصرح فإذا لدينا نص نتفضل وإذا ما عندنا نصرح والحكم عند الله بزاك الله خير الله يحفظك الآن now we'll go on to that which the wudu is obligatory for that which wudu is obligatory for ما يجب له الwudu وهو أمران الأمر الأول there is only two things that we must have wudu for الصلاة and القواف بالبيت أما الصلاة لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فوصلوا وجوهكم الآية وليقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور the proof the proof that it must be for صلاة is the ayah that was mentioned previously oh you who believe if you come and stand up for صلاة then wash your wash your faces the ayah and the hadith of the prophet صلى الله عليه وسلم that Allah سبحانه وتعالى does not accept a prayer of one of you if it does not have وضوء وأما الطواف بالبيت لقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام the hadith of the prophet صلى الله عليه وسلم when making tawaf around the ka'bah we have to have wudu for that because of the hadith of the prophet صلى الله عليه وسلم the meaning of that tawaf is like salah is like salah except that Allah has allowed speech while making tawaf if some speech is necessary then you make some speech الآن this is the last فقرة من الكلام النظري قبل أن ننتقل إلى التدريب العمل بإذن الله and it is this is the last thing that we're going to mention the last part of the short lecture and then we will go on to the application of what we learned and it is ما يستحب له الوضوء and it is what is recommended what do we need that is recommended for wudu what wudu is recommended for again they are nine things nine things which are recommendations that we should have wudu for جَكْرَ خِيْهِ those things again I will mention the nine things and then we will mention the evidence for each one number one the remembrance of Allah ذِكْرَ اللَّهِ number two sleep before going to sleep which if before going to sleep number three جَنَابَ being جُنُب a person who is in a state of جَنَابَ number four before taking a غُصْل whether it is one which is obligatory or one which is recommended number five eating that which has been touched by fire eating cooked food it's a recommendation and this is maybe something that many of us do not know is that we make wudu afterwards and we will mention the evidence in a little bit inshallah number six for every صَلَى for every prayer to perform wudu number seven every time that purification is broken every time we lose our wudu we make wudu recommendation number eight from vomiting when one of us vomits and number nine the last one whoever carries a dead person whoever carries a dead person ما يُسْلَحَبُ له الْوُدُوء أولا firstly ذِكْرُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ لحديث المهاجر ابن قنفذ أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضى فلم يرد عليه حتى توضى فرد عليه وقال إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على طهاره the proof is the حديث of المهاجر ابن قنفذ that he came to the prophet صلى الله عليه وسلم when he was performing ودوء so he was not on ودوء but actually he was in the action of performing ودوء and so he told him السلام عليكم or he made سلام to him and the prophet صلى الله عليه وسلم did not respond to him why he was performing ودوء rather when he finished the prophet صلى الله عليه وسلم told him the meaning of nothing prevented me from replying to the سلام of ودوء except that I do not like to mention the name of Allah ذِكْرَ اللَّهِ except عَلَى طَهَارَة except that I have ودوء number two sleep النوم لما رواه البراء ابن عازب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ ودوءك للصلاة ثم اتجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت وبنبيك الذي أرسلت فإن مدت من ليلتك فأنت على الفطرة وجعلهن آخرا ما تتكلم به the proof that sleep it is recommended for us to make wudu before sleeping is the hadith of Al-Bara' bin Azib رضي الله عنه who said that the Prophet صلى الله عليه وآله said the meaning of that when one of you goes to bed then he should perform wudu as he performs it for salah and then he should say this دعاء اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك the دعاء and I repeated one statement of the دعاء for a reason can anybody remember that statement that I repeated I didn't repeat the whole دعاء now but I repeated that مرتين قلت هذا هو الأصل مرة ولكن لكي نركز لماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم وابنبيك الذي أرسلت أو ما الحادثة التي وقعت حين علم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي هذا الدعاء what happened does anybody know the incident that happened at this time when the Prophet صلى الله عليه وسلم was teaching this دعاء back to a صحابي you remember generally right very good the صحابي when he repeated the دعاء and this is going back to أول موضوع على أكل لحوم الإبل سبحان الله متعليق اتباع أمر رائع جدا الواحد يستسلم ويتتبع لأن هذا وحي من الله is that when the Prophet صلى الله عليه وسلم was teaching this دعاء to the صحابي he repeated the دعاء not saying وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتِ with the Prophet that you have sent he said وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتِ لِأن الكلمتين مع بعض with the messenger that you have sent this is what the صحابي repeated to him and so the Prophet صلى الله عليه وسلم told him no وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتِ فَهَاذَا يدلُّ على الاتباع اعتباع النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى الآن هذا أمر رائع جدا لأن رب العالمين يقول لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةً لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا مَنْ مِنَّا لَا يَرْجُوا مَا عِنْدَ اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَنُرِيدَ أَنْ نَذْكُرَ اللَّهَ كَثِيرًا إِذًا لَدَيْنَا أَحْسَنْ أُسْوَةٌ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ if we truly want what is with Allah عزَّ وَجَل and the Akhira and we want to remember Allah subhanahu wa ta'ala constantly because this dunya afaniya مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَد وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقُ what we have is going to end and what is with Allah subhanahu wa ta'ala is always going to be there for us so the best thing we can do is simply follow the sunnah of the Prophet صلى الله عليه وسلم فَإِنْ أَصْدَقَ الْحَدِثِ كِتَابُ اللَّهُ وَإِنْ أَفْضَلَ الْهَجِ هَجْ مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم أَفْضَلِ الْهَجِ خَيْرُ الْهَجِ best of guidance so now مَعْلِش صَلَقَ اللَّهُ is that when the Prophet صلى الله عليه وسلم كان يُعَلِّم هذا الصحابي علَّمَهُ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتِ فالصحابي أعاد الدعاء وقال وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتِ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن لا قلت لك وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتِ فقُل وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتِ اتِّبَاعًا للنبي صلى الله عليه وسلم فرق بسيط جدا ولكن الشاهد وهو الجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يعاود الجماع فإنه يتوضأ والدليل عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم أهلا ثم أراد أن يعود فليتوضأ The two evidences that a person that has جنبه just recommended for him to make وضوء The first hadith is a hadith of عمار بن ياسر رضي الله عنه That he said that the Prophet صلى الله عليه وسلم gave concession for the junub When he wanted to eat or drink or sleep that he could perform wudu in the manner which he performs wudu for the prayer And also from the hadith of Abu Sa'id رضي الله عنه From the Prophet صلى الله عليه وسلم that he said the meaning of when one of you has relations with his wife And then he wants to repeat and let him perform wudu The fourth point before taking a ghusl, a bath Whether it is one which is obligatory or it is one which is recommended رابعا قبل الغسل سواء كان واجبا أم مستحبا عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة And this is the hadith of Aisha رضي الله عنها Who mentioned that the Prophet صلى الله عليه وسلم When he would perform ghusl from Janaba That he would wash his hands And then he would put water from his right hand into his left hand And wash his private parts صلى الله عليه وسلم And then he would make wudu as he does for salah Fifth point Eating that which has been touched by fire Eating cooked food خامسا أكل ما مسته الناو لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأ مما مست الناو وهو محمول على الاستحباب لأن هذا الحديث يدل على الوجوب إلا إذا جاءت قرينة وقد جاءت قرينة والحمد لله توضأ مما مسته الناو ولهذا يدل على الاستحباب لحديث عمر بن أمية الضمري قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شات فأكل منها فدعي إلى الصلاة فقام وطرح السكين وصلى ولم يتوضأ the hadith that we should make wudu and this is a recommendation to make wudu is there's two hadith that we'll mention the first one is the hadith of Abu Huraira رضي الله عنه who said I heard Allah's messenger صلى الله عليه وسلم saying the meaning of perform wudu from that which has been touched by fire cooked food and so if we just had this hadith it would show that it's an obligation to make wudu from cooked food however we need another hadith to show that it's not an obligation rather it's a recommendation which we have and it is a recommendation because of the hadith of Ammar ibn Yasir رضي الله Ammar ibn Umayya who said I saw the prophet صلى الله عليه وسلم cutting some meat from the shoulder of the sheep and he ate from it he was eating cooked food and then the call for prayer happened and so he got up and he threw down the knife and he prayed and he did not perform wudu number six for every prayer لِكُلِّ صَلَى لِحَدِيثِ بُرَيْدَةَ رَضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة فلما كان يوم الفتح توضأ ومسح على خفّيه وصل الصلوات بوضوء واحد فقال له عمر يا رسول الله إنك فعلت شيئا لم تكن تفعله فقال عمدا فعلته يا عمر for every صلاة and this is because of the hadith of بُرَيْدَةَ رضي الله عنه who said that the Prophet صلى الله عليه وسلم used to perform wudu for every prayer until the day of the conquest which is Fath Makkah he wiped over his leather socks and then he prayed all of the five prayers with one wudu and so Umar رضي الله عنه he said to him oh the meaning of oh messenger of Allah you have done something which you have not used to do meaning it was his constant habit to do it and so the Prophet صلى الله عليه وسلم responded telling him I did it deliberately on purpose يا عمر to show that it's not obligation number seven every time that purification is broken عند كل حدث لحديث بُرَيْدَةَ رضي الله عنه قال أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فدعا بلالا فقال يا بلال بما سبقتني إلى الجنة إني دخلت البارحة الجنة فسمعت خشتك أمامي فقال بلال يا رسول الله ما أذنت قط إلا صليت ركعتين ولا أصابني حدث قط إلا توضأت عنده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا every time that purification is broken and the proof of that is the hadith of بُرَيْدَةَ رضي الله عنه who said Allah's messenger صلى الله عليه وسلم entered in the morning one day upon بلال and he called for him to come and he said to him the meaning of Oh بلال what have you done to be in front of me in Jannah because I heard your footsteps in Jannah the last night and so بلال رضي الله عنه he said the meaning of that it is not except that every that I make except that I pray ركعتين and also anytime my wudu is broken I perform wudu as well and so the Prophet صلى الله عليه وسلم said to him لهذا because of this this is the reason number 8 from vomiting ثامنا من القي لحديث معدان ابن أبي طلحة عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر فتوضى فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له فقال صدق أنا صببت له وضوء from vomiting because of the hadith of معدان ابن أبي طلحة عن أبي الدرداء that the messenger صلى الله عليه وسلم was fasting one day and he vomited so he broke his fast and he made wudu and so he said I met ثوبان another companion of the messenger صلى الله عليه وسلم to ask him about this issue do we have to make wudu after vomiting and he found him in a masjid in Damascus and so he mentioned that to him so ثوبان replied that he has told the truth I am the one that poured the wudu for the prophet صلى الله عليه وسلم and the last point whoever carries a dead person من حملي الميت لقوله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضى the meaning of the hadith the hadith of the prophet صلى الله عليه وسلم where he said the meaning of whoever washes a dead person the one that washes a dead person then let him take a bath let him make ghusl and whoever carries him then let him perform wudu so whoever carries the dead person should perform wudu وهكذا انتهينا من الشرح النظري والآن ننقل إلى الشرح العملي فكما ذكرت سأختار أحدكم عشوائيا لا يوجد أوراق. ماشي أحمد من اسمه أحمد هنا. فقط أنت تمثل لنا. عبد الرحمن. عبد الرحمن. عبد الرحمن. عبد الرحمن. الأسطى هو أن تستعملها. حسناً؟ حسناً؟ التحدي أنه فقط يستعمل هذا يقتصر على الماء فنشوف لو عبد الرحمن يستطيع أن يقتصر على الماء إذا كنت تستطيع فعل ذلك بسهولة تذكر أنك لديك ممكن أن تفعل ثلاثة أو واحد حسناً؟ تذكر أن تستعمل سيوك قبل أن تبدأ الآن ننظر إلى عبد الرحمن قبل أن يبدأ يستاك بسم الله قبل He can say بسم الله before using سيوك or after, no problem إن شاء الله قد غسل يديه قبل أن يستاك وهذا لا بأس كذلك يستطيع أن تستعمل سيوك حسناً؟ 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 حسناً ألو رحمن؟ حسناً؟ حسناً؟ تعمل مرة صحيحة؟ حسناً؟ 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 كيف يفعل مرتين؟ حسناً؟ ترجمة نانسي قنقر 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 رقمي. ثم اثم. لا تنفيذ بالنسبة الأنفسها من التحديد. بدأت من هنا وبعدها وحتى ثم اثم Prote戰ان إليف وضع به. فقط الأنفي ليس من التحديد من التحديد. طيب أو تنفيذ that. أيضاً تقرير من هنا شيء آخر نعم بمؤسسة أن تقوم بلا فضلك أيضاً الذي نقدمت حقاً أن تتقوم بلا فضلك وأسفل بسرعة إختيار ثم تتقوم بسرعة هاتفة بعض خاطر بسرعة إبهام من الخلف فضلك مرة أخرى ثم تتقوم بسرعة إختيار كما تتحول بسرعة إختيار سأفعل شيئاً إن شاء الله لك أنه من صهر اذا فضلك أخرغ من قleverاً إلى رعاً ثم يذهب الى الناس مرحباً لا يحتاج إلى ماء جديد مرة واحدة أو مرة واحدة نعم مرة واحدة في نفس المرة نعم وكذلك ثابت ثلاث مرات كذلك أحياناً هل تفعل ذلك؟ بشيء واحد نعم لعلنا نضطر نمثل أو نجيب أحدكم نعم يمكنك أن تفعل ذلك المرة أولاً ثم 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 نعم ثم فقط قليلاً فقط قليلاً تخليل أصابيع فقط قليلاً ويمكنك قليلاً ثم نعم نعم أتذكر أن تزلد جميع التباة الأغاية الأغاية يتحدث بالداخل بارك الله فيك بارك الله فيك أحسن الآن ما تقول عام نعم أشهد أن لا إله إلا الله أحده لا شديك له وأشهد أن محمد عبده ورسولك اللهم جعلني من الثوابين وجعلني من المتطهرين وجعلني من عبادك الصالحين الأساسي أشهد أن يأغاني من المتطهرين هذا هو أسبب ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فدل أحد كل شيء سبحانك الله سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغنقوا وأتوبوا لي حسن. هiat. ف NFL ، الأمر هو جيد Sz combining buttons فقط Just the part, with the head We mentioned before and then also the one thing, what you could have done is in one remember one hand buenos you take the water, put it in your mouth and then with the rest of the water, in your nose You spit out the water You're sniffing up the water, and then you blow it out So you could do it in one handful as well Okay, otherwise it's very good job Now if we notice In the lecture also جميعا؟ نعم، دعني أرى الماء، أرجوك انظر، هذا هو شخص، انظر، يستخدم هذا الكثير جيد يمكن أن يكون مصرفاً، لماذا؟ لأن نرى كل الماء ممكن فيه نقاط هنا ولكن إن شاء الله، هذا جيد، هذا ممتاز هذا ممتاز، الله يحفظه، كنت أقول هذا على نفسي، لا يوجد مشكلة عمل جيد الجميع، إذا كان هكذا فإن شارجاء فعلون هذا سنرسر الكثير من الماء، سنرسر الكثير من الماء، لكن لا، فقط بنا، نعم فلا يناسب واحدً لدينا ماء، وكيفية جاءتنا من الماء، مالذي لن توجد ممتاز ومامنا ممكن أن نحن WEأت من الكثير من الس tragen فقط من الوضوء، تقوم بإمكاني ونظر كيف أكبر أن أحنا يستحيل كثير من الماء كيف يستحيل الكثير من الماء يستحيل؟ كيف يمكنني أن يكون مصرف، انه لا يحب المصرفين و لا تسرف ورحباً يستخدم هذا الكثير ورحباً 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 وضوء لا يوجد محتاج لكي تستخدمه أكثر من هذا بارك الله فيك يا عبد الرحمن جزاك الله خير الله يحفظك جزاكم الله خير وهكذا نختم اليوم سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خير